أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في هذا الدرس سنتعلم آخر نوع من أنواع الـ variable container تعلمنا الـ map وتعلمنا الـ array الآن باقي نوع واحد اللي هو set دعونا نتعلم الـ set دعونا نسمي الـ variable hot set string ممتاز الآن لاحظ أنا من هون بغير النوع بس أنا قبل أدورك أنه الـ boolean كما ما بصير set ولا map نحن نتعلم أنه ما بصير ماب وما بصير كما الـ set ونفس الأشياء على التكست ما بصير set أو ماب فنفاضل بدلك على أنه ليس كل أنواع الـ variable تقدر تكون لها set أو ماب دعونا نختار string ونضغطه على أنه set ممتاز جدا نضغط compile الآن لاحظ أنا هون بقدر أضيف الآن قيم زي ما كنا نساوي بالـ array الـ set والـ array متشابهين جدا 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 بينهم فرق واحد فقط إيش هو لو أنا أضفت الآن هنا رامي وأضفت مثلا خلينا نقول أحمد بأضيف عادي زي ما أنا كنت أضيف على الـ array لكن لو جيت على الـ set وأضفت رامي مرة ثانية وغطت enter بعت لي رسالة بقول لي ممنوع تكرار الـ element ما بصير تأخذ نسخة ثانية عنه أو نفس النص حتى لو كان small letter ما بوافد بس لو أجيت على الـ array وعملت له إضافة واخترت أنا عندي رامي مثلا نضفت رامي مرة ثانية وافقوا عادي جدا ما عنده أي مشكلة بل إنه لدرجة أنك إنت لما تعمل get وتعمل add كنت تعلمنا نضيف عادي نضيف عادي نضيف عادي نضيف عادي نضيف عادي قيمة إلا إذنها كانت جديدة فقط في حالة الـ set string لا يوجد عادي نضيف عادي لأنه أصلا با دفولت نضيف الإشياء يكون عادي ممتاز جدا 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 دعنا نتعلم الآن على كل الأنواع التي نريد أن نسحبها إلى الـ set ممتاز نسحب هذه الاتحاد نضغط على utilities set هذه الأشياء التي نضيفها دعنا نضيفهم واحدة واحدة نضيف عادي نضيف عادي لأنها تغير من الهندسة الرياضية ويقوم بعمل هذه القيم مجموع لكن أنا بدي عادي ونضيف العادي ونضيف قيمة على الـ set string ونضيف قيمة جديدة لو كتبت أي اسم أحد أحد أخبر بأضف صف جديد وأضف اسمه ممتاز نضيف عادي 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 واخترت النوع من هنا هناك مثلا خمس قيم موجودة واحد اثنين خمس قيم بقدر اسحبها ووصلها هنا فبصير الآن بضيف كل الموجودين داخل الري على الست فبقدر اضيف مجموعة ومش بس اسم واحد ممتاز جدا 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 سوف تعلم كالمير غير اتقل هنا معروف كل الموجودين ما معروف كل الموجودين مثلا 절�向 افتحدان اسم واحد فقط افتحدان موجودين امتاز مجموعة اسم бесاعدة تمشح اختري الآن تمسح مجموعة Array من جول Items كلياتها. ممتاز جدا. وعندنا كمان Link. كم طول المعلومات الموجودة هون ثلاثة. في عنا كمان. في عنا كمان contains. هاي اذا القيم الموجودة هون. اذا ما كتبت انت هون مثلا رامي. فالاجاب رح تكون صح لانه رامي موجود في هاي الملفات. لكن لو انت كتبت هون مثلا حطت رامي بس حطت i زيادة. في عندك خطأ وحيطيك false وحيطيك قيم غلط. لانه هذا الاشي مش موجود. موجود رامي بحرف i واحد مش بينتين. فلازم يكون فيه متوططابق مية في المية. ممتاز جدا جدا. طب في عندك كمان واحدة مهمة جدا. والاتغرفة كنت في المية التساوير ويمكنون مغ Lance Trap. يعني فى الخطأ جدا. انت اخذت كل واحد من داخل sophisticated dan N. الداخلية التساوير التساوير Rapid. ثم تقوم ب起來 positioning for each loop and it can be spl, setting the loop безледورem pain in each loop. الان هذا هو الفرق الذي تعلمنا الان. نحن احلي Porque نجلب Essa Sét String... و قمنا بقيم و لا يمكنك إضافة قيمة واحدة من نفس القيمة الآن ماذا كمان؟ قلنا الاري والسترنج في فرق واحد بينهم اللي هو انو الاري بأخذ مجموعة قيم الممكن يكرر القيمة في حالة السترنج بأخذ القيمة مرة واحدة فقط ممتاز جدا 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 طيب الآن ممكن احنا نعمل حركة ممكن نطبع القيم الموجودة سوف نأخذ قيمة فقط قيمة استرنج في فرق الموجودة فقط نأخذ قيمة واحدة الموجودة ثلاثة اسم دعني اعجب هنا محمد ممتاز سوف تحب القيم الموجودة لكن في فرق الموجودة لا يمكن ان تصعلها كيف اصدقها؟ سأضع encima سأضع اشتراف طبعا الان انت ممكن تسوي كتير اشياء اللي بيعجبك ممتاز الان لما تبدأ اللعبة لازم يطبع لي اسماء رامي محمد محمد كمبايل ستارت لاحظ نفس الاشي انت لاحظ احنا الى الان انا شرحت هذا الدرس كلياته انت كل اشتفدت منه اعرفت انه في اشي سموشت وعرفت انه انه هو نفس الاري الفرقات بسيطة جدا مفيش اشي اختلاف كبير بينهم ممتاز يلا يعطيكم العافي في امان الله هذا بكون الدرس الاخير بينواع الاريبالز اللي هي الاريبال كنتينر يعطيكم مع السلام باي باي اشتركوا في القناة